في ذات الموضوع تشهد أسواق المواد الغذائية وسط العاصمة وسط العاصمة المكشود تراخياً في اتباع الإجراءات الاحترازية من فيروسي كورونا وتعتبر هذه الأسواق في الغالب من أكثر الأماكن اكتظاراً بالزوار وهو ما يتطلب الحذر والتقيد بالإجراءات الوقائية داخلها رغم كل ما قيم به من تحسيس بضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية ضد فيروسي كوفي 19 ظل التزام غالبية المواطنين بهذه الإجراءات محدوداً أو هذا ما يبدو للمتجول في أسواق البواد الغذائية وسط العاصمة النواكشود هذا هنا تأتي الله وحدين دائرين كمامة وحدين مهم دائرين كمامة وحدين مهمة عندهم وحدين مهمة عندهم لهم تقول لهم قاعدة ما يستموا فيها تلقى الناس هنا ما هون حد دائر كمامة الله ما شرع صوته نحن في السوق هون سوق تأشارة الجار دائما الناس في تبادل رأيين ما هون يا الله تسالي وتقارب في وسط كهذا تجد من يرى أن الإجراءات متبعة من حيث تقيد بالكمامة والتباعد وعدم المصافحة تجمعات ما هي خالقة اسمع والناس يدير الكمامة ولا تسالوا متباعدة فهم تباعد اجتماعي تجمعوا ما خالق من شاء الله الناس دار الكمامات وتحول الأروسة من شاء الله الناس للزمن اللي يتعامل مع الأروسة لا يجير الكمامات لكن بعد رباس ياسر منها يجير الكمامات قد يكون منحنى الإصابات بفيروس كوفي 19 شهد تراجعا في بلادنا خلال الأيام الأخيرة في مقابل ارتفاع منحنى حالة الشفاء منه خلال أن هذين المؤشرين ينبغي أن يعزز لدى المواطن ضرورة التقييد بالإجراءات الوقائية للتراخي في اتباعها ترجمة نانسي قنقر